السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوالكم مشاء الله كامل تكونوا لباس متهنين والفيديو تعالى اليوم اللي بنات تجدكم كامل متهنين وش نقولكم اول حاجة نشكركم بزاب بزاب فعلات تعليقاتنا اللي والله غير يعني مشاء الله ربي خليكم وربي يحفظكم وربي يحفظ لكم ولادكم وناسكم وعرشكم ان شاء الله ونديما تسمع عليهم اسماع الخير يا ربي امين والحاجة اللي بنات صليت الفجر ونطيقني كان الخبز ما عنديش كما تعرفون البنات غير الكسرة تجيبن حتى ما القاطو قلت لكم انا يعني يصيبوا الكسرة يأكلوها خير على القاطو شوف انا دجا عندي واحد فيهم ما بغاش يأكل يعني يشرب الحليب يأكلها غير الكسرة وحدها ندرتها غير في الطاوة يعني نحن محبيت ندرها في الطاوة ندرتها في الطاوة يعني بالخفطة ولي زوج خبزات بالخفط شربوا الوليدات يعني ولي رح يقرأ يقرأ ولي رح يخدم وقعدنا احنا يا كما تعرفونا احنا ننسى نقي منا دور منا يعني شغالات بزيف ولا شغالات رغم ما يخلصوش نهار كمبلي وانتي تدوري وتسيبي روحك على كي تدوري غير ثهم يعني تسيبي روحك نتخدمي نفس الخدمة ديما نفس الروتين ديما نفس الخدمة ومبعد درت عندي الطماطيش اذا نقيتها مليح ونقيتها ويعني وبرجتها كل حبة على ربعة ما بقيتش نكثر يعني نطول كمال فيديو ودرت فيها واحدة ربح روس تع فلفل حمر وحار يعني حمر وحار ودرت لها الملح وغليتها يعني تغلت غير شوية لابناتهم بعد ميكسيتها يعني رحيتها مليح ودرتها في القبلي يعني شوية راية كما نقولو ما هيش غالية بزب بزب في الطماطيش يعني وين يروح الوقت انتاحها تبدأ تغلع الواحد يبروفيتي يدير كما قلو هاذا سوالح يخبيهم سورتو القارس لابنات راه ووقته وراه داير حالة يعني بزاف سوالح لنحبو نخدمهم ونكونجلوهم ندرتها كما هكذا ونديرها في الفرجي في الفريقو يعني ولا في الفرجي دار تتقلص لي تجمد وبعد حبيت ان نرد على احد الاخت يعني على بالي اختي العزيزة على بالي على بالي وقلت لك ذو كنتني لك بس الحالة غالب كانت ظروف شوفوا البوتاجي تاعي لابنات ولا انتي لاخت انتاعي شوفي حبيت نقولك اذا حبيت اديري في الحياة الابنات يقعد كما راه عا راك ما تشوفوا هاهو كيفا داير يعني يقعد كما راه ميته على البوتاجي لبنات ما نحكي لكمش ولا كريثة يعني يشوفوا يعني نحطوا عليه الممعن نغسلوا عليه الممعن كشغل يعني فيه اللي تقطع وفيه يعني اللي يفسد لي عود كامل حكيتو يعني ولا كامل بيض ومن بعد هذي هي ولا تحوسي ديري كاليتي شباب يعني اللي حبيت يتخذ مي في البوتاجي لحيت ديري يعني حاجة عادية مي في البوتاجي ديري كاليتي شباب باش كما نقولوا يقعد لك مدى أطول اللي هنا بطماطيش تعيب بعد ما جمدت شوفوا كيف جاد يعني راح نديرها في الفريقو والله غير جاد روعة لبنات وكل مره نجبدو بالحبة شوفوا كيفا ولهنا لبنات راح ندير لابيري شوفوا قلت لكم يعني تسهل علينا بزاف هذا الطماطيش تجب ديل يعني كما نقولوا لا تكرفجي لولو غير تحطي وصي يعني الناس بنو منا أنا شا عندي يعني أخت زوجتي عيري ساكنها في خنشلة شوفوا لبنات حتى من اللبصل تكرفجوا يعني ترحي ببطو تقربوا وتحطوا في البايت وتدروا في القلاصة ويقعد يا لبنات وش نحكي لكم يعني هذي عن تجربة يعني سيتها وقعد كيمارة هذك البصل قعد كيمارة كي تجبت لبنات غير تجبت شوية بصل من من كما نقولوا من هذك البباط يعني قلت لي السهل على روحي لانا قعد كما قلت لنبكي لوالو يعني كل واحد كيفا هذا يسيي يعني شوفوا لبنات أنا اليوم يعني جاب لي زوجتي عيقالي اليوم ديرينا جا جام حمراء قلت له هصبر علي اليوم وش نديلك هصبر تشوف كيفا ندير هالك وجدرت لبنات خرجت يعني سو بيراتش جبت واحد هذك اللي يعني قالت علي أختنا وصفتنا زو حنونتي جبت هذك كيمانقولو هذك التوا بالتع الجيش أنا لبنات ما صبتوش في في الباط ولا ما صبتوش في الاكياس هذوق أنا شريتو يعني كيمانقولو تع الميزان يعني صبت عندو تع الميزان لبنات ودرت لي جيبي ساعدة طبصل الثوم وهذك الطماطيش وغليتهم مليح ومرقتهم ومن بعد خليتها حتى انطابت تجاجها تاعي وعاودت يعني أقليتها لابيري هنا لبنات وزدرت في لبنات ثانيك الزروضية ثاني كدرتها دواور دواور ولابيري هنا لبنات راح ندير لابيري تعالغبرة يعني المجففة تعالغبرة شريت يعني المجففة وش درت فيها لبنات درت الحليب ودرت هذك لابيري وخلطتها مليح ودرت لها شوية تحفيف لكحل شوية تعالثوم عفون مشي الثوم الملح الملح هي لبنات ودرت لها الفرماج يعني امام الفرماج ثانيك شفتوا عند اول مرة نشريها هنا يشتبت بزاف انواع الفرماج بصح مشي هذا كي شفتوا عند اختنا نازو والله زيت عجبني قلت بولا غير نشريه حتى هنا ونشوف صبتوا لبنات هاي يعني ولا غير رام يفطروا به الذراري الصباح نطيب بي في الاخر نديروا في الساندويتش نديروا في اي حاجة اي حاجة في الماكلة في العصوب يجيبنين بزاف يا لبنات هذا يعني اروا دي جا مكاتبين فيه باللي يرهوا يعني للطبخ والطلي يعني والله غير روعة يعني همام بنين خلا حتى ما الفرماج اللي يشيتون مرة لي فاتس ندرت اللي هنا دزم غارف وحركتها يعني جات واحد لابيري ايا لبنات ما نحك لكمش هاو الفرماج هاو كيفا جاي لبنات هذا الصفر يعني كان البال اللي ينقولوا البيدون تعوه جاي بيض مي هذا البيدون تعوه جاي صفر وهذه هي لبنات وفطرناه والحمد لله يعني ولا غير جات لابيري وجات هذيك كما نقولوا هذيك الجاج هذيك جات بنينة بهذهك هذيك التوابل هذيك تعال الجاج يا لبنات منح لكمش جات ما شاء الله سيوها يعني تسيبوها يعني تسيبوها يعني تسيبو تمامت الميزان يعني هذا ولا غير شيتو بالميزان وماما يعني بنتي قتلي ماما رايجات حلوة قلت لها ولا غير يعني ومعا هذيك الزرودية اكيد ثانيك حتى الزرودية ثانيك تعطيلها الحلاوة بس صح مام تواب اللي بنات جي البنات كيما تعل ججلي تبع برا ولبنات حابة نزيد ندخل لكم حاجة جديدة يعني انتو ما قولوا لي اسكون دخل لكم ولا لا لا هنا لبنات عندي كوموند يعني بعد ما افترت وصلت الماعن تاعي وكامل ويعني و نضفت كلش الكوزينة تاعي و سيقتها وجيت لهنا لبنات رايحة نخيت يعني عندي كوموند نتعال حشاكم انتعال ننشاف انتو ما لبنات يعني قولوا لي إلا حبيتو كيمان قولوا هوا هما كيمان قولوا نسبك يقول لك في الإعادة إفادة هكذا يقولوا وانتو ما قولوا لي اذا حبيتوا نعود لكم يعني نعود لكم اللبنات كل مرة كجيني كومونت كي ما ذوكا عندي كومونت حاشاكم تعال نشاف نحب نزيد نعود لكم نعود لكم ما عنديش مشكل ولا حبيتوا يعني ما نعود لكم مش حبي دي ما تشوفوا جديد ما فيهاش مشكل ان شاء الله كل ما يكون عندي جديد رح نحطوا لكم ما عنديش كما نقولوا حتى اشكال اللي هنا لبنات رايحة نوري لكم برك يعني حاجة خفيفة ووش عندي شوفوا نشاش في لبنات كي جوا تخدموا خدموا بالتنظيم يعني نقطعوهم كامل قيس واحد ونعود ونخيطوهم كامل على الجوانب كامل مع بعضهم ونعود نجيل هنا ونبدأ نخيط لستيك كما هكذا يعني كل مرة بالترتيب شوفوا كيفاش انا خيطهم ومبعد قلت لكم نخيط خيط لستيك متاحهم ونبدأ نحط الليم في في هذ كما قلوا هذ السلة هذي نديرتها يعني من انك الليم فيها سوالح شوفوا كيفا يعني خدمت كامل لكولار يعني مش بتشغيل لبيض برك هذا وش كاين وبعد ما كملت لبنات رايحة نخرج يعني الوحد الحانوت حبيت نشري حاجة دا في لبنات شوفوا كيفا هذو لكاب هذو عند واحد الحانوت عجبوني بزا في لبنات وشريت يعني شريت منهم واحد من بعد رايحة نوريه لكم ان شاء الله قلت لكم يبدأ يبدأ كما قلوا يبدأ السومة تحم تبدأ من مئتين وعشرين وطلع يعني من مئتين وعشرين وطلع لبنات حد ثلث ثمية حد ثلث ثمية يعني حاجة دافية وميمطوا قلت لكم يعني واحدة تكون عندها لبسها جيل باب متحجبة اطلح و الفوق ما يبينها شبشي كما فيزتها تكون تزيرها وكامل شابين بزاف هذو هو الفيديو تعنا تعال نهار اليوم لبنات نتمنى لكون يعجبكم ونتمنى شاء لكون خفيفة ظرف عليكم ما بقى لغا نقول لكم احباباتي نخليكم في امان الله ومع السلامة اشتركوا في القناة